بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ما حكم من انكشفت عورته وهو يصلي؟ رجل يصلي ثم انكشفت العورة تعالوا نجيب كما أجاب أهل العلم أيها الأحبة الأكارم أن ستر العورة شرط صحة في الصلاة اسمع جيد شرط صحة في الصلاة وعورة الرجل في الصلاة من الصرة إلى الركبة وعورة المرأة جميع بدن المرأة عورة جميع جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين أيها الأحبة في الله طيب رجل صلى ثم انكشف شيء دون الصرة فوق الركبة نقول قال أهل العلم إن لم يكن قاصدا الكشف وكان مدة كشف العورة بسيط وجزء يسير من العورة نقول بسيط جدا يعني انكشفت شيء من العورة بسيطة جدا شير من العورة انكشف بسيط وجزء بسيط فصلاتك صحيحة إن شاء الله الأمر الثاني أنك لست بمتعمد أن تكشف شيئا من عورتك وكذلك المرأة أما من حكم لو انكشفت العورة جملة وتفصيل عن عورة كل أكرمكم الله امرأة تصلي فإذا بغطاء الرأس فإذا به يسقط من على رأسها سقط خارس على بل ما تجمعه من الأرض كذا نقول لا أختي أعيد الصلاة كذلك رجل أيها الأحبا كشفت عوراته المغلظة كاملة أحباب خالف الله نقول كذلك أعيد الصلاة نلخص الكلام فنقول إذا كان كشف العورة في الصلاة أمرا يسيرا وكانت المدة قصيرة مدة كشف العورة وكان الجزء الذي ظهر من العورة يسير يعفى عنه أما إن كانت المدة طويلة وقد انكشف كل العورة أو أكثر العورة نقول له أعيد الصلاة هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك عن رسول الله والحمد لله رب العالمين